إلغاء العيد الكبير الحكومة توضح في التفاصيل كثر الحديث منذ أيام عن مدى استعداد المغاربة لإحياء شعيرة عيد الأطحى لقلت العرض في سوق الأضاحي هذه السنة. كما يأتي ذلك في ذل تصعد المخاوف من تسجيل ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء مباشرة بعد العيد الكبير. في غضون ذلك وصلت إلى ميناء تنجت شرطة المتوسط شحنات من رؤوس أغنام لسد الخصاص وتوفير اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية في شهر رمضان المبارك سعيا إلى تراجع إثمنة لحم القطيع الوطني قبيل حلول العيد. ولم يجب مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان شرطة الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس بوضوح عن سؤال حول إمكانية إلغاء عيد الأطحى. مثل ما وقع في 1963 و1981 و1996. واكتفى بيتاس بالتحدث عن الإنتاج الحيواني في المغرب مشيرا إلى أنه كان لفترة الجائحة تأثير سلبي في القطيع الوطني مذكرا لدى الإجراءات الضريبية التحفيزية التي نهجتها الحكومة حماية للقطيع الوطنية. ولتعزيز القطيع الوطنية. وأضاف المتحدث ذاته أن هذه التدابير والإجراءات ستعطينا إمكانيات في المستقبل ونتمى الخير في القادم من الأيام. ترجمة نانسي قنقر